اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مسائل الخير متابعيتك في العرب في الأردن نهاري يوم الأربعاء ارتفعت درجات الحرارة قليلا مقارنة بيوم أمس الثلاثاء تصبح الأجواء حارة نسبيا في عموم المناطق وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة وستكون الأجواء بين الربيعية دافئة في ساعات النهار وبين حارة نسبيا إن شاء الله بالبداية قبل أن نستعرض خرائط توزيع درجات الحرارة دعونا نستعرض صور الأقمار الاصطناعية عفوا المتقطة في هذا اليوم نلاحظ خلو سماء المملكة من أي صحب أو غيوم وطبعا أجواء صافية أما عن خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة بالنلاحظ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة كما ذكرت في بداية النشرة أجواء بين حارة نسبيا وربيعية دافئة في ساعات النهار وفي ساعات الليل تكون الأجواء ربيعية لطيفة إن شاء الله أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان بتسجل 19 درجة مئوية مع أجواء صافية نسبة الرطوبة 71% وسرعة الرياح 10 كم في الساعة دعونا نستعرض درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان يوم الخميس بتسجل 30 نهار 19 ليلا وأجواء صافية ومشمسة وأجواء حارة نسبيا يوم الجوعة بين 29 و17 أيضا أجواء صافية ومشمسة وأجواء أقرب إلى ربيعية دافئة يوم السبب 29 درجة مئوية مع غيوم متفرقة وأجواء غائمة جزئية وليلا تنخفض إلى 19 درجة مئوية وأجواء صافية متابعين شكرا لحسن الاستماع إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة